يا صباح الخير وصباح لهنا من اسطنبول يوم جديد وفيديو جديد الان انا متواجدة في فندق فاندير فالك في منطقة لاليلي هذا الفندق اللي سبق ليعمل لكم عليه تغطية كاملة فبالنسبة الناس اللي مهتمين بالفناديق هنخلي لكم الرابط للفيديو في الاعلى وفي صندوق الوصف ومن بين اكثر الاسئلة اللي كتجيني على الفناديق هو السؤال اللي كتسوله دائما شنو احسن منطقة نزدو فيها في مدينة اسطنبول فبالنسبة ليلي شخصيا كان فضل منطقة لاليلي هاد المنطقة اللي جات في قلب المدينة القديمة دي اسطنبول قريبة المواصلات قريبة الاماكن السياحية وقريبة الاسوق منطقة اللي ممكن تمشي ومن خلالها المجموعة من الاماكن مشي على الاقدام وفيها خيارات كتير هاد الفناديق مل بين الفناديق اللي زوينة بزاف هاد المنطقة هاد الوطين اللي كان دو زودة بحده فندق جينوفا فندق مصنف اربعات النجوم الاسعار فيه كسب ده من خمسة وخمسين دولار للغرفة فما فوق وعموما في منطقة لاليلي هاد لقوا الاسعار دلغورة في كسب ده من خمسة وعشرين دولار فما فوق على حساب تصنيف دي الفناديق هنا قبلتنا كينا جامعة اسطنبول فبالنسبة الناس اللي سبقنوا منزلو هنا في منطقة لاليلي المكان هيكون واضح بالنسبة لي لكم فاخلينا محطة ترامد لاليلي مورانا وقبالتنا كينا محطة مترو فيزينجيلر اليوم ان شاء الله هنمشيو الميدان بيزيد ومنو السوق محمود باشا فدائما كنحاول مشارك معاكم الطرق للوصول الاسواق او الاماكين السياحية فبالنسبة السوق محمود باشا يمكن لكم تمشيولو عن طريق ترامد تيها كتنزلو في منطقة امينونو كتدخلو على السوق المصري منو السوق محمود باشا او يمكن لكم تنزلو في محطة شامبالليطاش سبق لي شاركت معاكم طريقة الوصول ليلو من محطة شامبالليطاش ومن امينونو واليوم هنوريكم طريقة الوصول للسوق من هاد الجهة هادي فبالنسبة لأي علامة شتوها في حال هيدا فيها الام كتعني ان هادي محطة المترو محطة مترو فيزينجيلا رجت تحت الارض فكينا هنا كيبالكم الفوق هاديك العلامة ديال اللي امكينا السلالي من الكهربائية فكتنزلو كتلقوا محطة اللي كبيرة يمكن لكم توصلوا من خلالها لأي مكان في اسطنبول واذا مشينا نيشا اقبالتنا كينا واحد شارع اللي كيخرجنا على مسجد سليمانية واحد من اكبر المساجد في تركيا عموما ومن اهم المساجد في اسطنبول وفي تركيا فاحنا هنمشيوا على ليماندينا باش هنوصلوا لمنطقة بيازيد او ميدان بيازيد منطقة اللي معروفة بزاف للسياح فعلى طول هاتطرق قلقوا العديد من الاكشاك اللي كتبع فيهم الملابس سواء الرجالية او الاطفال او الهدايا تذكارية فقبل ما نبداولي اول مرة كيشاهد القناة متنسوش يضغطوا على زر الشراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم من عندنا كل جديد وخليوا لايك وتعليك على هات الفيديو وشاركوه مع احبابكم وصحابكم ونبدأ وجولتنا على بركتي الله فهذا هو الشارع الرئيسي اللي فيه المحالات هذا الشارع اللي هنمشيو فيه كينا هنا عدد من المحالات اللي كتبع فيهم ملابس رجالية كينا في حال هات القبيز عاملين 350 ليرة تيشورتات هنا كيعملوا 200 ليرة وبالنسبة السراول كيعملوا 250 ليرة اللي كتسوي 92 درهم مغربية ونص اسعار كنحطوه ملكم بالليرة وبالدولار وبالأورو الاسعار هنا صراحة جد مناسبة فكسبت قريبا من 200 ليرة الى حدود 700 ليرة على حسب كل حاجة كينا هات شرطات هم عاملين 200 ليرة فكل حاجة كتلقوا الاسعار ديالا مكتوبة كتبع كذلك هنا يحتى الاحديه سواء الرياضية او الاحديه العادية والحقائب هاتلقوهم متوفرين فبالنسبة للنوعية الملابس اللي هنا الأغلبية ملابس الرجالية على شمل ديالنا كينا محطة فيسنجيلار لحفيلات من هنا يمكنكم توصلوا لأي مكان بغيتوا في اسطنبول سواء منطقة الفاتح او تقسيم او شيشلي او غيرها من المناطق عن طريق الحفيلات فهاتلقوا هنا مجموعة من الحفيلات في هذه المحطة وعلى لي من ديالنا كينا جامعة اسطنبول اكبر جامعة في اسطنبول فشوفوا البداية ديالا في خليلها فجامعة اللي ما شاء الله كبيرة بززاف فكم قومشين في هاد الاتجاه هنا كاللقاوا مجموعة من القروبات سياحية كيكونوا كي تسناوا باش كيدوزوا مراهم يديهم الاماكين السياحية وكينا حتى الأكشك اللي كتبع فيهم مواد الغذائية والمشروبات فهذا هو الطريق ديالنا بالنسبة لها المنطقة هادي كلها كتسمى منطقة فيسنجيلار حتى المحطات كيتسموا باسم المنطقة كينا هاد النافق هادا اللي قبالتنا حتى هو اسميتو فيسنجيلار فأي مكان هنيا هتلقوا هاي حاجة كتلقوا همسمية فيسنجيلار وهنا كنكنو وصلنا الميدان بيازيد فكي ما كتلاحظو ها هو المسجد بيازيد كي بنقبالتنا مباشرة بالنسبة للميدان بيازيد تم تجديد ديالو مؤخرا ما كانش علاها تشكل هادا تم توسع ديالو وتجديد ديالو عندكم فيه أماكن فين تقلسو وحتى المسجد تهو تم ترميم ديالو كينا على شمال ديالنا دائرة عسكرية اللي كبيرة فيمكننا نطلع من هاتجيها أو نمشي في وسط الميدان بالنسبة للمنطقة كي ما كتشوفورة كبيرة منطقة بيازيد من أكثر لأماكن شهرة سنة في مدينة إسطنبول فيها أسواق الجملة في حال السوق الأحدية والحقائب اللي سبق اللي شاركت معاكم فيها سوق الفضة وفيها كذلك مطعم كتير فنادق في منطقة اللي زوينا فهذه هي الدائرة العسكرية والميدان بيازيد رميدان اللي ما شاء الله كبير بزا فيما كلكم زق السوء تستمسعوا بالأجواء في هاد المنطقة هدي فبالنسبة للطرام كي مر على الشارع الرئيسي دبيازيد قبالتنا مباشرة كي نخط الطرام وهذا المسجد احنا همشيو في هاد الاتجاه في هاد الشارع اللي قبالتنا فين كينا الدائرة العسكرية فكي نمشيو بالمحادث ديالة وإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوا شي ضغطوا على زل الشراك وتفعلوا زل الجرس باش يوصلكم من عدنا كل جديد وشاركوا الفيديو مع الناس اللي مهتمين بالسياحة في مدينة اسطنبول ونكملوا جولة ديالنا فعلى طول هاد الشارع أو هاد الممر كاللقوا مجموعة من المحالات اللي كتبع فيها سلع متنوعة سواء شنط الملابس تلقوا الأشياء التذكارية لأواني التركية كينا مطاعم كينا أشياء كتيرة على طول هاد الممر بالنسبة لأسعار يلوم كتكون أسعار يجيد مناسبة آخر هاد الممر كاللقوا مفترق طرق لكي دينا إما على جهة بيازيد أو سق محمود باشا أو إذا بغينا نمشي المسجد السليمانية فهنشارك معاكم المكان كيما كتشوفو كينا هاد هو النفق ديال فيزينجيلار اللي شنال بداية ديالو من الجهة الثانية وهنا كينا العديد من المحالات أنواع كتيرة من السلع كتبع هنا سواء بالجملة أو بالتقصيد وهذا هو ملتقى الطرق فإذا بغينا نمشي سق محمود باشا كمشي مباشرة في الدرب اللي قبالتنا إذا بغينا نمشي على ميدان بيازيد كينا هاد الممر هذا اللي كي دينا على لي من ديالنا البيازيد أو وعلى شمال ديالنا كنمشي المسجد السليمانية بالنسبة هاد جهة هادي كي يتبعوا فيها الملابيس الأطفال بالجملة فالناس اللي مهتمين بملابيس الأطفال هتلقوا هنا العديد من المحالات سواء المواليد القياصات الصغيرة أو القياصات الكبيرة كي نحت الملابيس ديال النساء أو درجال ولكن الأغلبية هاد المنطقة فيها ملابيس الأطفال بنوعية كتيرة أسعار ديالهم كي تكون أسعار لي جد مناسبة بالنسبة للجملة بالنسبة هاد السوق هادا بزاب الناس ما كيعرفوه شي مجاشي باين بزاب أغلبية اللي كي بغوا الملابيس ديال الأطفال إما كيمشيوا لاليلي أو الوسط سوق محمود باشا فهنا هتلقوا خيارات كثيرة كينا شركات اللي كبيرة خصوصا كيما ذكرت لكم المواليد يعني البيبي هتلقوا مضيلات لي صراحة رائعين والأسعار يالهم جد جد المناسبة كينا حتى القياسات الكبيرة هاد ورق قيساريات كيما كيتشوفو من بره كتبه لكم الواجهة صغيرة ولكن مني كتدخلو الداخل كتلقوا قيساريات اللي كبيرة كنحاول نصوال لكم المكان من بره إن شاء الله هده بنعملكم شي جولة بالتفصيل في هاد المكان تشوفو النوعيات السلع اللي عندهم والأسعار فكم قومشين في هاد الاتجاه حتى كنخرجو على سوق جملات الفولار ديال سوق محمود باشا اللي سبق لي شاركتوا معاكم ومنو السوق محمود باشا كينا هنا مجموعة من الشركات ديال ملابس أطفال في حل هاده شركة اللي كبيرة عندهم أنواع كثيرة ديال ملابس كينا هنا حتى التقاشر بالجملة الليبات الترابق فهتلقوا أي حاجة تحتاجوها لتال ملابس الداخلية كذلك موجودة هنا بالجملة شوفوا معايا المحالات ترى كتلقا فيهم جوج وثلاثة الطوابق كيما كتشوفوا هنا كينا هادش ديال اللي بيبي تهو موجود بالجملة كينا هادو الخراسة ديال الشتوى ما زال كتبع سلعة يعني على طول السنة هتلقوا سلعة صيف وشتا كينا اللي بس البحر سواء ديال النساء او ديال الاطفال شوفوا معايا هاد الموضيلة هادو ديال البحر كتلقوا محالات متخصصة في ملابس البحر فالازق هنا هيا ازق لشوية ضيقة ولكن كتلقوا فيها عدد كبير للقساريات عدد كبير ديال محالات هنا على للمن ديال كاللقوا الباب ديال جراند بازر اذا كنتوا بغين دخلوا لسوق المسقو في اكبر سوق مغطى في مدينة اسطنبول وعلى الشمال ديال نكمل السوق محمود باشا هنا سوق جملة الفولار فاذا كنتوا بغين تشوفوا تسيم الفيديو هنخلي لكم فيديو اللي عملنا في سوق جملة الفولار الناس المهتمين بتجارة الجملة الفولار هتلقوا هنا كل ما يخص الشال لكب الفولار فكنتمنى ان هتلجولة هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم ما تنسوش تخليوا لايك وتعليق على هذا الفيديو وتشاركوه مع احبابكم وصحبكم في المكان هنا في الحلق من الحلويات في الان النحاسية تركية كين الحقائب كين اشياء كثيرة داخل هات السوق سوق محمود باشا سوق اللي لا تنتهي العجاب دياله السيل اللي موجودة فيه فانطلق ان شاء الله في جولة قادمة واخر ما نختم به هاد العيران ديال اترك صراح زوين بززاف كي يكون اللبن بالكشكوشة فكانت هدية الجولة ديالنا لهذا اليوم نطلق ان شاء الله في جولات اخرى السودعكم والله اشتركوا في القناة